هناك بعض الأقول بشأن استهداف في بواقع النفطة الإيرانية هل هناك أي روايات مماثلة أو مشابهة أو أمر تتعامل عليه الولايات المتحدة؟ نحن نتناقش مع إسرائيل حول طبيعة هذا الرد وأنا سوف أعلن عن هذا لاحقاً. هل سترد الولايات المتحدة على هكوم إيران بالأمس بشكل محدود بشأن العقوبات؟ يمكننا دوماً النظر لإيجاد طرق أخرى لتوقيع عقوباتنا على إيران وأن تقوموا بتكسيف هذه العقوبات هذه الإجراءات التي ننظر بها الآن. وقد كان تصريح الرئيس واضحاً في شأن هذا السياق أيضاً مع مجموعة السابع. حين نرى إيران تتقذ خطوات مختلفة لتحدث مع الحلفاء لكيفية الرد عليها. وأعتقد أن هذا كان واضحاً من تصريحات الرئيس أنه ليس فقط بشأن عقوبات الولايات المتحدة. وربما دول أخرى ليس لديها نفس القوى لتوقيع مثل هذه العقوبات. كان هناك بيان إسرائيلية صباحاً اليوم بأن أنتوني كوتوريش سيكون محظوراً من الدخول إلى بلادهم. لا نظن أن هذا بيان بناء على أي حال. حين نعود إلى عاماً من الدبلوماسية الأمريكية فيما يتعلق بصراع الفلسطينية الإسرائيلي. ما الذي تظنون أنكم أنجزتموه؟ هناك العديد من الأمور يمكنك أن تعود إلى هذه التصريحات التي قامت بها الإدارة والوزير. في أعقاب السابع من أكتوبر كان هناك عدة جهود وأهداف استراتيجية قمنا بتحقيقها. واحدة منها هي الضمان أن إسرائيل لديها القدرة الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات. وأيضاً أن نتأكد من حصولها على هذا الحق. أمر آخر هو التأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المغنين الأبرياء في غزة. وهذا أيضاً يشمل أشخاص في أماكن أخرى ولكن بالطبع نرغب في تأكيدها على وصول المساعدة الإنسانية. وأيضاً على هذا المصار كان هناك العديد من العمليات الصعبة والعديد من العقبات والعديد من التدخلات. والعمل الجاد الذي بزل من كبير الولايات المتحدة لاستطاعة تمرير هذه المساعدات الإنسانية. ولا أقول وحين أتحدثاً هذا لا أعني أن قلاص قد انتهت مهمة الولايات المتحدة بالطبع. نحن نازلنا نعمل جادي طرق أخرى والإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. واحدة أيضاً من الجهود التي نحاول عليها هي منع نشوب هذا النزاع إلى حرب إقليمية. لقد واجهنا عدة أيام على مدار هذا العام منذ السابع من أكتوبر حيث أن هذا الهدف في منع نشوب حرب إقليمية كان يبدو صعباً للغاية. ولكن عن طريق التواصل والردع استطعنا منع نشوب هذا النزاع إلى حرب إقليمية في عدة مواطن. والآن أعتقد أننا في نفس هذه اللحظات مرة أخرى سنحاول أن نستخدم الدبلوماسية والردع لمنع هذا التصعيد. أنت على دراية كبيرة بما يخص المساعدات الإنسانية وفشل بشأن الوصول إلى وكفت لك النار. ولكن بشأن ما ذكرته بشأن الحرب الإقليمية أعتقد أننا قريبون للغاية. هل ترى هذه العملية الدبلوماسية على مدار عام كانت ناجحة؟ بالنظر إلى سؤالك بشأن الحرب الإقليمية أنا أحصل على نفسي الأسئلة وحصلت عليها في أبريل. ونعم نحن قريبين للغاية لحرب مباشرة بين إسرائيل وإيران. وكنت واضحاً في هذا الوقت وأيضاً مسؤولين أخرين في الإدارة أننا لن نقوم بعمل أي توقعات أو تكهنات حول المستقبل. وكيف سيبدو على مدار هذا الوقت كنا نعمل عن طريقة دبلوماسية للردع وإستخدام هذه العلاقات التي قد بينناها مع الشركاء لمنع نشوب نزاعاً إقليمي. ونحن نجحون في هذا الأمر ونستمرون في السعي بعض الأحيان يكون هناك مشاكل تعود لعقود ليس فقط في السابع من أكتوبر وليس فقط منذ بداية عمل هذه الإدارة. سأدع الآخرين يقومون بالحكم حول جهودنا ولكن من موقفنا نحن مستمرون لمنع نشوب هذه الحرب الإقليمية وأيضاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ودخلها إلى غزة نعم بالطبع. النتيجة لم تكن كافية. وما قمنا بفعله لم يكن كافي هناك أمور يجب أن تتحسن على مدار الوقت ولكن بالسبب بإشراك الولايات المتحدة استطاعنا إدخال هذه المساعدات الإنسانية التي شهدنا فيها تطفر نوعاً ما. وهذا بسبب إنقراطنا المستمر لمحاولة معالجة هذه العقابات وأيضاً بالنظر إلى وقف إطلاق النار. نعم كانت هذه الأولوية قصة لولايات المتحدة الوصول إلى وقف إطلاق النار ولكن هذا يتطلب أن يعمل ويأتي كل الطرفين إلى الطولة. وكان هناك بعض الوقت حين إسرائيل قامت بعض العراقيل ونحن نستمر في هذه الحلوة الدبلوماسية لوقف هذه العراقيل. وأيضاً كانت هناك بعض العراقيل التي جاءت من طرف حماس وهناك أيضاً من يؤثرون على قرارات حماس مثل إيران. وأتمنى أن آخرين في المنطقة سوف يستمرون في العمل. هذه الاتهامات أنكم لم تقوموا ببذل الضغوط الكافية. كان هناك عدة مرات على مدار هذا النزاع حيث تدخلت للولايات المتحدة بشكل مباشر لدفع حكومة إسرائيل لتخذ خطوات لم يفعلوها مسبقاً فيما يتعلق بمساعدات الإنسانية وأيضاً في شكل عملياتهما العسكرية. ولكن أعتقد أنهم في بعض الأحيان يكونوا نوعاً ما رمزياً أن تقلل من كمي القهود التي بزلت أو ما الذي قد حدث بشأن هذه الأمور التي قد بزلت بشكل مشترك. ففي النهاية كل دولة لديها الحق في اتخاذ قرارتها الخاصة ونحن في النهاية مستمرون لأجل قيام هذا السلام. ولكن في نهاية المنطقة هذا يشمل إسرائيل وأي دولة أخرى تقوموا باتخاذ قرارتها الخاصة وهم مسؤولون عن هذه القرارات وتبعاتها.